موسيقى نعم بتسافر مستير المجد عم بيقى شغال برا برات البلد ولا برات المنطقة لا برات البلد بفيينة آآ فيينة وكيف حلوة فيينة حلوة كتير بتصور انك شايفت يا ايه اكيد شايفتها وعايشي فيها كمان عايشي في فيينة كنت كنت عايشي في فيينة مستير ماجد؟ بأي حاي بفيينة كنت عايش يا جماعة شو بدنا بصيرت في فيينة؟ مستالي شو بتعملي غير انك بتعلم رأس؟ برأس محاضرتك شو بتعمل؟ انا محامي محامي العيلي كمان شباك محاضرتك استير ماجد شو بتشتغل؟ نعم تسألي مجد عنده شركات شركات عقرية وتجارية برافو ومجوز حضرتك؟ اما لا تانية متوفية اه معرف بس انا فكرت مستلماجد بركي تجوز ما لا تانية اكيد لا مقالها سنة متوفية الليلة بعض الأخبار بيبدأ الموسم الثاني من مسلسل متل الأمر على الساعة تسعة إلى ربع المساء بترجع أمر لحتى تنتقم من زوجة جهاد يلي دخلها بمشاكل كثيرة وكسر لقلبها بيطل الممثل جورشة الهوب بهالجزء التاني وأكيد بتتسارع الأحداث منتابعة مثل الأمر من الأحد للأربعة على الساعة تسعة إلى ربع على شاشة الـMTV ايه خلينا عشوف مشي يا حبيبة قلبي؟ مبسوطة بالبيت اللي جديد؟ هيدا باتنا انا وانتي وبس ايه؟ انا وياك اللي حنضل مع بعضنا دايماً هيدا وعد يا حياتي يا حياتي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ما تخافي أنا رحكم مننتقل لمسلسل مدرسة الحب وثلاثية حالة خاصة يلي عم نتابعه ليلة الأحد على الساعة 9 إلى 4 وثلاثة على الساعة 9 ونص المساء على شاشة الام تي في هالقصة يلي بتحكي قصة حب ولكن لما بصير فيه زفاف بيتحول هالحلم إلى كابوس وتحديدا مع العريس خلينا نشوف مش هدوى مرشا صباحو صباحو لفاي أراكير باكير حادرتك نتأخرى ستجوري ادخل جمالك أنا خير إن شاء الله موان يا رحا وهمت دروح يعني عالشغل شغل شغل شو ستبانه شكيت راح عالشغل كنا شو بتقصدي انت فهميني قصدي يعني إذا بد يحبك كرمال المسكرة فبلاي يا أختي جوري إذا عم بتلمحي عشي ما في شي باينه وباينه ولا رح يصير فيه كيف يعني ما في شي كنت عم بتتلاقي انت وياع الساسي اناعيك ما تنزل الصورة بالمجلة أنا ما شايفي تكغير رايحة جاية كيف هيك؟ حبيبي مجلتنا هي اللي حتكون عم تعمل التغطية الحصرية للموفي الجديد اللي عم تعملو شركة زين بس مش أكتر أهام تك فيني أطلب منيك طلب ديري بالك انتو عم بتسوق الموتو أسهل ما تفكي رائبتك هيدا كانت أول محطة لوات سنم تيفي مناخد وقف سريعة ومنتابع مع فقرة أورسكوب حاليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر